شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة والتي عقدت على همش أعمال قمة مجموعة العشرين في نيو دالهي وجمعت قادة وممثل عدد من الدول الإفريقية والأوروبية وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شهدت القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين حيث تم الترحيب بهذه الخطوة وأكاد الرئيس السيسي أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية كما شهدت القمة كذلك تباحثا معمقا بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي وأشار الرئيس السيسي إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء في القارة الأفريقية يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي كما أكد الرئيس السيسي أن تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية يعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية للنباد ما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا هذا وتوافق الزعماء خلال القمة المصغرة على أهمية استمرار التنصيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين جميع الأطراف ترجمة نانسي قنقر